أرقام النادي الأهلي وبلاتينيوم هنلاقي أن النادي الأهلي طبعا تفوق في أغلب يعني في الاستحواز لو بصنا على الاستحواز هنلاقي النادي الأهلي استحوز 56% مقابل 44% البلاتينيوم عدد التمريرات 443 مقابل 362 تمريرة نبص بقى على عدد التمريرات الصحيح هنلاقي الأيلة النهاردة نسبة التمريرات الصحيح من أقل المباريات طبعا ففاقد القرى في التمريرات وده بيرجع لأرضية الملعب في الأساس وبرضه للتحضير ممكن أن يكون التحضير للمباراة ما كانش موفق قوي عدد التمريرات الصحيحة 344 للنادي الأهلي من 443 بلاتينيوم 362 282 منهم صح التمريرات الطولية بتاعت النادي الأهلي 58 82 لبلاتينيوم عدد العرضيات بتاعت النادي الأهلي أكتر 25 مقابل بلاتينيوم 18 المحاولات على المرمى للنادي الأهلي أكتر 13 بلاتينيوم 10 المحاولات الصحيحة بتاعت النادي الأهلي 4 بس ده رقم قليل ده بيأكد برضو أن نسبة التركيز ما كانتش عالية أربعة صحة بس من 13 ومواصلة لإهضار الفرص الكتير في الفترة الأخيرة المحاولات على المرمى بلاتينيوم عشرة المحاولات الصحيحة خمسة نسبتهم في الدقة الفينيش عالية اللي احنا اتكلمنا عليه قبل المباراة وقالنا أن خطرتهم في التزديدات من بره الـ 18 المحاولات من خارج الصندوق هم مشاطة أربعة من عشرة يعني 40% من محاولتهم من بره عكس النادي الأهلي محاولتهم بس من بره أهم رقم بقى اللي هو عدد مرات فقد الكرة مهم جدا 151 مرة للنادي الأهلي مقابل 125 مرة ده أول مرة أول مرة تحت تولي ريني فايلر ريني فايلر كان بيديك ميزة مع النادي الأهلي أن نثبت أن أنت دايماً بتستحوز وفقد الكرة بتاعك ما بيبقاش كتير يعني بيبقى ليل جدا لكن لما توصل لـ 151 مرة ده بيأكد يعني 90% من اللاعبة ما كانتش في حالتهم وأجواء الرطوبة الأرضية الحاجات دي كلها الظروف حتة الثلاثة الظهر ديت في أفريقيا بصراحة مع النادي الأهلي بيت بتقلقني يعني معادي الساعة الثلاثة الظهر يعني بصراحة لما بنلعب تمانية أو بنلعب سبعة مش بتبقى زي الظروف الطاكس الموجود فيها في الفترة دي بنبص حتى على معدى الفقد الكرة كتير قوي يعني 151 مرة ده رقم كبير بالنسبة لفقد الكرة يمكن كمان لو بصينا مروان يعني أنا شايفه الناس ممكن هجومي لما نحن كنا مفتقدين قد ما هو مطلوب منه الحقيقة